مشاهدينا دلوقتي معدنا مع موجز الأهم الأنباء معها تفضلها شكراً منا التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية العمل على النهوض بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري مع كرواتيا وأعرب الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الكرواتي زوران ميلونوفيتش عن تطلع مصر لتطوير العلاقات المشتركة هذا وتم التوافق خلال المباحثات بين الجانبين على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وبحث الفرص الاستثمارية في مصر والتعاون لتعزيز أمن الطاقة كما استعرضت المباحثات وهد مصر في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب إلى جانب القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تعازيه لشعبي سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين مخلفا آلاف الضحايا والمصابين وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للبلدين أعلن وزير الخارجية سامح شكري توجيه مساعدات إغاثية عاجلة لتركيا تضامنا مع أنقرة في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية مع نظيره التركي مولود شوش أغلو حيث أعرب عن تمنيته بنجاح جهود الإنقاذ الجارية كما أعرب شكري خلال الاتصال عن تعازيه لحكومة وشعب تركيا في ضحايا الزلزال من جانبه أعرب وزير الخارجية التركي عن شكر بلاده للتضامن الذي أظهرته مصر مع تركيا في هذه الكارثة المروعة كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيره السوري فيصل البقداد وذلك لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المروعة الذي تعرضت له الشقيق سوريا وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري نقل إلى نظيره السوري قرار مصر بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع سوريا في مواجهة تداعيات تلك الكارثة أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال أن هزة ارتدادية بقوة 5.6 من 10 درجات بمقياس رختر ضربت وسط تركيا إلى هذا أعلنت إدارة الكوارث والطوارث التركية إنقاذ أكثر من 8 ألاف من تحت الأنقاض حتى الآن فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 3.381 شخصا فيما اقترب عدد المصابين من 20.500 مصاب وقال مسؤول بإدارة الكوارث التركية إن فرق الإنقاذ وصلت إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال مشيرا إلى استمرار عمليات التعزيز للبحث عن ناجين أسفل مئات المنازل المنورة اشتركوا في القناة قال الاتحاد الأوروبي إنه يجب الإسراع في إيصال المساعدات للسوريين المنكوبين من الزلزال عبر كل الطرق ولجميع المناطق وبلغ عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا حتى الآن 1500 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 3600 آخرين وقالت سلطات الدفاع المدني السوري إن مئات الأسر لا تزال محاصرة تحت الأنقاذ في شمال غرب سوريا والوقت ينفذ لإنقاذها وناشدت دمشق أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم جهودها لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيغا داغمنان حجد 11 ألف عنصر أمن من الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا بينهم 4000 العاصمة الفرنسية باريس لتأمين اليوم الثالث من الإضرابات والمظاهرات التي دعت إليها النقابات العمالية احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد وبحسب مصدر أمني تتوقع السلطات أن يشارك اليوم في تلك المظاهرات أكثر من مليون شخص من بينهم 70 ألفا على الأكثر في باريس ضد قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول عام 2030 نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باكي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل شكرا